اشتركوا في القناة 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 نصيحتي انك تفرم الماتيريال اللي انت بتحتاجه لحتى ترفع لفل الشخصيات تبعتها اللي هنه هدول ثلاثة حاول انه لانه انت ما تنسوا انه بدكم ست شخصيات لفل 80 ست شخصيات يعني هاد الشي هيتطلب كتير 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 متل مو شايفين انتو الخمسة اللي كانوا عندي هون راحوا بلحظة بكل سهولة ولسه مطول لحت لفل يعني لفل 800 بدك اربعة ونصف اربعة وربع من هاي على لفل 62 طبعا كل ما زادت لفل كل ما زادت لحاجة اكتر للماتيريال هاي فمشان هيك عملكم حاولوا انه من هلا تهيئوا لانه ازا اجي اليوم وانت صار فيك تعمل لفل 80 وما كان عندك هاي الموارد ما رح تقدر تسوي لفل 80 لانه حتى مع عشر ستامينا ريفل ما رح تقدر تجمع الموارد لكل الشخصيات مشان هيك ابدأ من هلا ابني شوي 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 للشخصيات للأصاص هي مشان هيك كتير كتير ضروري اكتر من ما بتتصوروا ضروري انه تلعبوا هاي المرحلة باليوم على الاقل على الاقل عشر لخمسة عشر مرة ازا كنت انت pay to play وتدفع اللابة وما عندك مشكلة بموضوع انك تساوي شخصية SS فانا افضل انك انت تنيم موضوع الهيرو ترايلز وتركز على على السبلاي اكتر هي بحالة انك انت كنت pay to play ازا كنت pay to play موضوع التوافر الفراجمنتز بالنسبة لك هيكون اكبر من التوافر الاستامينا فمشان هيك ركز على موضوع الاكل فرم الاكل اهم من انك تفرم الفراجمنتز لان الفراجمنتز بياخدوا بصراحة كتير كتير استامينا وازا بدكم مشرط يعني كل يوم تفرموا كل الايفنتات هدول لا مسلا اه اتركز على واحدة من الشخصيات ال A ان اي دا اه اه اراراكا ميناتا و اه و فروغي مش كاسمه اسوي اسوي حاول ازا بدك اتركز على شخصية واحدة من شخصيات بشان ترفعها بس انا افضل انك تفرم كل الشخصيات الاي اه ممكن ممكن هدول تلت شخصيات اللي هون اول ثلاثة ما كتير يكونوا ضروريين لانه الميشن ازا بتطلعوا عليها تبع ايزاوة بتقلك اه وين عليكم بتقلك ابغريد كلاس اي هيرو ما بعرف اذا كلاس اي اصدن الرانج تبعه اي اللي هو مثل مسلا هاد هاد بيجي اي يا اما اصدن ممكن انه من الصف اي ما بعرف بس يفضل انه انتو تطوروا شخصية تكون اي ترفعوها لا اس اس انا الشخصية اللي هعط اقرب واحدة هي اورا راكا باقيلي تلاتة بتسعة سبعة وعشرين باقيلي عشرين فراجمنت وبتصير عندي اس اس وبخلص المهمة هاي مشان هيك بعد ما خلص المهمة هاي حركز اكتر شي على السبلاي وراح ركز بنفس الوقت كمان على اللي لتلكم عليها اللي هنا الموارد هدول اللي بتحتاجوا حتى ترفع الشخصيات تبعتك متى ما انا خلصت السبلاي والشغلات اللي بتحتاج استمنى بشكل مكثف ممكن ازا زاد معي شوية استمنى لعب شوية نايت اوبس مشان طلع اه شيبس للشخصيات تبعاتي اه بس هاي مو كتير مضطرين عليها اول فترة بس يصير شخصياتكم اهوة كل ما صار الشخصيات عندك اهوة كل ما صار عندك الخضرة انك تفرر صعوبات اعلى فبالتالي انت بتختصر على حركة كتير كتير اه يعني هاي هاي وهاي صراحة متل قلتهم بس لعبهم مرة مشان تفتح اللي بعدهم انت بلش بهدول الثلاثة لانه هدول الثلاثة بيعطوك ميدالز الميدالز هدول فيك تستخدمون بالشوب تبع النايت اوبس مشان تشتري تشيبس للأسف للأسف اللي فيك تشتريه هنه فقط هاد هادا النوع من الشيب اه يعني ما فيك تشتريه لثلاثة انواع فيك تشتريه نوع واحد فقط من الشيب بتمنى انه يضيفوا اه الانواع الباقية لانه زي انت بتروح على الشخصية فيه ثلاثة انواع من الشيبس اللي هي هاد هاد اللي فيك تاخده من الشوب وهدول التنتين هدول التنتين ما فيك تاخده من النايت اوبس الا بالدروبس اعتقد اعتقد باللاكي دروبس بيطلعون بعد ما خلص الشغلات اللي متعلقة بالستامينة هون بنروح خلصنا نحن لشغلات اللي طلب منك استامينة وانت هون مثلا خلصت الاستامينة تبعك شو بتعمل بتروح على الكوميشنز الكوميشنز اللي هي متل اه نوع من انواع البترول اذا بتلعبوا سيفن ديد ليسنز الكوميشنز هو شبيه بالبترول بس فيه نقطة كتير كتير مهمة لازم تعرفوها بالبترول بالكوميشن اه شيت لو عارفاك اتفتحتها اه فيه شغلة كتير مهمة لازم تعرفوها انه اه ممكن انت لما تروح تعمل كوميشن وتحط على الشخصيات تبعك خليني وارجيكم شيت ما في ولكوم شيت اه بس لما تحط على المهمة بيحطولك انه فيه شخصيات ما فيك تستخدمون ليش لانه بتكون هي شخصيات تعبانة فلما تتعب الشخصيات انت اللي عليك انك تعملوا انا هاد اللي بعملوا اني بفوت بشوف شو الشخصيات اللي عندي اه تعبانة مثلا هدول تسعة وتسعين اوكي بس يصيروا مية بايمون بحط هدول ثلاث شخصيات المعصبين بس بس حط هدول الشخصيات المعصبين بتروح العصبية تبعون بيروقوا بصير الوضع اصبابة واذا بدك انت فيك تمسك شخصية مثلا هادا هادا ضايج بيكون تاخده بتعادوا على الكرسي بتقولوا عود يا ولاد بتاخد هادا بتحمله بتحطوا بطنيمه على التخت بتاخد أول مايت بتخليه عاد على كرسي يشرب شاي بس المهم انه هاي نوع من انواع المهمات طبعا انت فيك بالشوب تبع بالشوب تبعك تشتري شغلات اكتر واكتر لالامانة ما رح اكزب عليكم ما بعرف شو بالزبط بيعملوا غير انه بقفيه منه مسلا هاي بتعطيني هاي بتعطيني اعتقد هاي بتعطيني الاستامنا وهاي بتعطيني اكل اه هيو مرشيك اهم تبتاخد الريورد هاي بعد 11 ساعة وهدوله اصلا ساعة فبعدها بفوتها على الكومشن مشوف شو المهمات اللي بديه بعد الشخصيات التبعي عليها مشان ان يكون بخلص احيانا اذا ان اطعت من الاستامنا بفوت عند الفرينز هادا طبعا كل يوم باخد انا بس لما ان اطع من استامينا كمان بروح انت لفرينز باخد لانه اعتقد مصادر الاستامينا الفري هي الدورم اللي هي اللي ونشدتكم ياها اللي فرينز كمان بيعطيني فري استامينا واعتقد بس هدول المكانين اللي ممكن اخد من استامينا غير انه اللهم الدونايشن على الاساس تبع الالايانس متى ما خلصنا الشغلات اللي متعلقة بالستامينا والدايلي كويست والقصص اللي بتعطي اكس بي وهذه الشغلات بيجي على البي في بي بشوف اذا في عندي تيكتز لازم ااخدهم طبعا هاي لانه اعتقد اعتقد بتوصل لماكس معين بعدين ما اعتبت تعطيك تيكت اه يعني لازم انت الاف كي ريورد تاخدهم لما يوصلوا للمت معين يا ما نعم بفتي بس انا على حد ما بتذكر في المت معين بتاخد منه طبعا انا كل ما يصير معين هاشتري هي مشان اه كتير مهم انه تلعبوا الاتمتز تبعاتكم الخمسة كل يوم كتير 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 مهم اه وجهزوا وحطوا لحالكم مو بس تيم اتاك لانه تيم اتاك كمان ازا بنحطوا هون لالمايت مسلا اه لانه تيم اتاك حيفيدك مشان العالم ما ياخدوا المكان تبعك يعني لما كنا عم بلعب لما كون لما كون عم بلعب بلعب بالاتاك تيم تبعي اللي هو هذا هذا اللي انا عامله طبعا انتو اه حاولوا تجربوا فورميشنات مختلفة اه مسلا فيك تحط اربعة هون اتنين هون فيك تحط ثلاثة هون يعني ثلاثة فوق فيك تحط ثلاثة ورا شوفوا شو اكتر اه استراتيجي بتنفع التيم تبعكم مسلا انا بحط اه هدول اتنين اتاك مع انه هاد المفروض يكون افضل وهذا يكون اتاك افضل لانه هدول الشخصيات هاد مسلا الكريشيما اهم شي بيكون بس الستراتيجي اللي كنت حاططة انا كنت عم بفوز فيها بصراحة فحخليها لحتى بلش اخصر بس بلش اخصر بلش نوع شوي بالستراتيجيز تبعاتي وكتير كتير كتير يعني هاد اكبر مكان ممكن جمعوا منه جيم مات البي في بي كوب مو مو كوب سوري الاوتو بي في بي بي هو اكتر مكان بجمعوا منه جيم مات يعني خليني ورجيكم على الريوردز تبعات الراكتين هلا انا بالسوبريم على كل رانك برتفعه باخد ثمين جيم مات يعني ازا برتفع عشرين رانك باخد مية وستين جيم مية وستين جيم التوتل اللي انا باخده من 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 الليج هاد ثلاث تلاف وميتين جيم هاد الليج باخد ثلاث تلاف وخمسمية هاد ثلاث تلاف وهاد الفين وخمسمية اا ما بعرف ازا لما انت تنزل بالرانك وترجع تطلع بيرجع وبيعطوك جيم مات بس ما بتوقع بصراحة بتمنى انه بيكونوا بيعطوك جيم مات بس ما بعرف ما اللي بتأكد من الموضوع بدي حاول شوفه وحتى الاف كاري وورد كل ما ارتفع الرانك تبعك كل ما بتصدر بتاخد تيكتات اكتر بالساعة وانت ما عم تلعب بمجرد ما انك انت اا موصل لهذا الرانك يعني انا هلا بالرانك الحالي باخد اا كانوا حاطيني اعتش باخد بالرانك الحالي اللي هي هون باخد خمسة وعشرين تيكت بالساعة يعني ازا انا بترك اللعبة عشر ساعات برجع باخد ميتين وخمسين تيكت وهدول تيكتات كتير مفيدين لانك تقدر تشتري من هدول تشتري منهم حتى الملابس الملابس بيعطوا بوف عفكرة بس اهم شي مشان اا تبعات التالنت متى ما خلصت الخمسة اا شو هات فين صورة متى ما خلصت الخمسة اليوميين تبعي لحتى اكون سادق معكم استخدمت اكتر من مرة اا جمات لحتى عامل ريفل لانه اول شي بدي ارفع الرانك تبعي بسرعة تاني شي عم اصرف خمسين جم اخد بدالة ميتين جم فعم حس انه لما اكون مزنوع على جمات هذا الشي بالنسبة لي صفقة صفقة رابحة مع انه هي صفقة مو كتير رابحة اا بعد ما خلص من هي بصراحة هي ما يعني نادرة ما بقرب عليها لحتى بس بفوت بخلص لديلي اا وبطلع للاماني نشوف كم كم جيم لاماني هول سيزن لعبان ثلاثة قيوم وهربان ثلاثة هي كان عندي مهمة بالبتل باس انه لعب بفي بي صرت فوت صرت فوت اول ملاقي واحد انسحب هو ينبسط يمكن بس لحقيرة هي حطينيها انه انا هربان ما عجبتني بصراحة اول شي البينج عندي كثير كثير عم يكون عالي تاني شي انا شايف الريورد تبعها ملا مستاهل هتكون معكم صريحة يعني مشان 200 تيكت ولا سواني هذا رانك اس وان ما بعرف سي هذا احسن رانك ولا اسوء رانك ولا شو الوضع لانه اه كل ما بتنزل بالرانك يعني هذا احسن احسن رانك بتاخد 500 جيم و 6 تيكت يعني ما كتير شايفه انه والله مستاهل التعب وتعد تلاقي عندي بينك 300 ولا بينك 400 وبعد بهلك فما كتير بتاعي بحالي بصراحة بالموضوع هذا طبعا اذا البينج كان احسن كنت ممكن اجرب اني اه العبها شوي بجدية متى ما خلصنا من البي في بي طبعا انا مستنى هاي الوارزون الوارزون اه بعد ما اخلص هاي متفوت على التايم ازا كان ازا كنت مطور شخصيات تبعاتي وعندي القدرة اني العب مراحل جديدة بجرب بجرب لعبهم ازا كنت مو مطور كتير ممكن ما فوت عليها لهي ابدا صراحة بعد انه هاي هتخلص بعدي يومين ولازم ارفع الرانك تبعي لانه رانكي 192 وجواز اللي باخدها ابو كلب بس المشكلة انه الجواز لا والله اللي بياخد الليفل 1 بكون حلوة بس المشكلة انه بتاخد 20 شارد و 20 شارد فعليا ما بعملوا شي بس يعني احسن انه الواحدي بصراحة يرفع الرانكو فيه المهم ازا ما في عندي شي اعمله هون بطلع بحمل حالي وبروح على ايه ركروت شو هاد اه هاي عمي غروني انه تعال اعملك مالتي طبعا انا مستحيل اعمل مالتي هون لاني عملت مالتي اطلالي اللي فما بدي يروح هذا اللي نفسي اعمل عليه مالتي بس للاسف والله بتعرفوا بما اني ما راح ااخد تيكتات اكتر خليني اعمل سانا اجل انتو معي اوكي ممكن يطلع لنا شي تيكت مرتب اه شي كارد مرتب بصراحة حلو 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 حكي اصدموني فيه حكي اصدموني بكرت سيلفر اه خلص تمام وبعد ما اخلص هدول كلياتهم فوت بقى بمخمخ بالكقب متى ما اخلصت كل شي من هدول الديليز فوت مخمخ بالكقب الكقب فيه كتير كتير شغلات ممكن تفرم انت بشكل مو طبيعي طبعا انا ما بعرف ليش لهلا لستني فلور ايت اه لازم شت حيلي شوي لانه الريسة ايمتا الريسة بعد سبع ساعات بدي حاول ارفع الرانك تبعي لانه الريوردز اللي هاخدهم صراحة هيكونوا كتير زبالي هيعطوني قطعة واحدة رانك اه رانك اه بنفس الشي بدي حاول اني اخد البوكس هاد او البوكس بوكسات اعلى منه بحيس انه هاي اذا خلصنا فلور 15 وان بيس ليفل 30 اس جير هيش تلت قطعة هون قطعتين هون قطعة نحاول ناخد على الاقل قطعة برتقالي لانه القطعة هدول بنفس الشي يعني هعمل فيديو كامل عن الموضوع هدا بس هاد المكان حاولوا انه تتخدمو ايه يعني حاولوا انه تلعبوه قد ما فيكم ابانتون كيميكال بلانت فلور 10 شو هاد انا هلا انا هلا فلور 10 اعتقد لسه نحاول انه نختم الفلور 10 مشان على الاخر نرفع الرانك تبعا انه ناخد ريوردز اعلى اه كمان بس تخلصوا من الكوب تبعا الامر لهادا فيكم تلعبوه امرجنسي بس للاسف هي ما بتلعب معك الا مرة يعني يعني ما بتاخد ريوردز الا مرة واحدة باليوم فمشكلة بصراحة هي وحتى الكوب التاني shade joint operation هي ها بصراحة من اسوء الريوردز باللعبة للعمانة مباح فترع لعليف العربين هتصير بس River betmediستاهل بس الريوردز جدا انه بيعطوك احسن شي ممكن تاخده هو هادي هاد احسن شي اولا بس حتى لو رافعت فمشان هيك انا مو شايف انه ما شايف انه الاطعام هلا ممكن ما ترفع على الرفعين او شي بصير احسن فاعتقد هذون انه بس هذون انه الشغلات اللي اللي بتعملون مو شرط تعملون مرة واحدة فيك توزعون على امتداد اليوم بس يا شباب كتير كتير مهم السبلاي والهيروترايدز كتير كتير مهم انا بصراحة روحت ستيمنا يعني روحت لي شي 150 ستيمنا على الأيت أوبس لاني كنت مطلق أول مايتي جديد وجال بليجارب ويمهمها هي كانت بدها بدي وعشرين الف وأنا بستة عشر الف تبع أول مايتي حتمتها وبسلاسة يعني بصراحة أول مايتي جدا جدا سفح احاولوا انتم ما تركزوا عشغلات الجانبية ركزوا عشغلات الاساسية ان شاء الله الفيديو الجاي راح اشرح لكم فيه عنه الكيل بالتفاصيل بازن الله اه ازا في عندكم اي استفسارات عفكر السندي اللي اخدتن من الكوميشن. فيني استخدمون مش هنرفع العفينيتي تبع على الشخصيات. فانتعرفوا شو فائدتهم بالسندي. ازا ما نفوت لهون. بروح للافينيتي. لما ترفعوا للافينيتي بزيد بزيد باور شغلة. ما بتذكر شو هي الشغلة بالزبط بس في شغلة بتزيد الباور تبعها لما ارفع على فاكشن. ولما يطلع لكم كارز جديدة يتأكدوا انه تعملوا هيك. اه بس هذا هو الفيديو تبعنا تبعنا. اوو انزعت شوي. هذا هو الفيديو تبعنا تبع اليوم. اتمنى تكون استمتعتوا بالفيديو واستفدتوا من الروتين اليومي. ويا شباب لحتى تكونوا بالصورة لازم يكون لفلك تسعة وثلاثين لحتى تقدر تبلش تفرم موارد الليفل الثمانين. فايزا وباقي له اعتقد اسبوع. اسبوع لا تسعة وثمانة ايام. فحاولوا انه انتوا قبل ما يخلص الاسبوع هذا يعني على الاقل خلال اربع خمس ايام تكونوا ليفل تسعة وثلاثين. مشان تقدروا تعملوا الجرايند صح تبعا ليفل والعصاص كلاياتها هي. مشان تاخدوا شخصية بلاش اس. وهيك من كون خلصنا الفيديو تبعنا تبع اليوم. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو وستمتعتوا. اذا عجبكم الفيديو تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك والشير. شوفكم على خير. ترجمة نانسي قنقر